باقون في سوريا بهذه الكلمات الثلاث تحسم إيران الجدل القائمة والتحليلات بشأن وجودها العسكري في سوريا ويؤكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف أن هذا الوجود سيستمر بشكل فعال ونشط لطالما يطالب النظام السوري بذلك تصريح يعيد الحديث عن الحل في سوريا إلى نقطة الصفر حيث لطالما مانع الطهران أي جهد سياسي ضد حليفها في دمشق الذي تدخلت منذ بداية عام 2011 لحمايته من منطلقين الأول طائفي والثاني عبر فرصة لاحت لها كي تلعب دورا في تغيير التركيبة السكانية لسوريا وتدمر مدنان سورية كبيرة لطالما كانت طهران ومن قبلها حافظ الأسد يكن كرها كبيرا لها مثل حلبا وحمص وحمى وصولا لعزل دمشق عن هويتها السنية هدفان دفعت إيران خسائر كبيرة ثمنها من مقاتلين من حرسها الثوري وميليشياتها من لبنان والعراق وأفغانستان وصلت إلى أكثر من ثلاثة آلاف مقاتل كحد أدنى حيث تميل طهران إلى تقرير خسائرها البشرية بحسب تقارير صحفية دوليا تطرح أسئلة كثيرة عن مدى موافقة روسيا على استمرار الوجود الإيراني في سوريا وهي التي تعهدت بانسحابها من المدن المجاورة للجولان المحتل وهو ما اعتبر آنذاك خطوة باتجاه حسم الوجود الإيراني هناك لكن الواقع الأكيد بعد هذه التصريحات الإيرانية أن روسيا لا تريد خروج طهران من كل سوريا انطلاقا من قناعة بأن وجودها فيها مرتبط عضويا بوجود إيران وعادت إلى المسرح العالمي كلاعب أساسي من خلال الملف السوري وبوت حاليا يتقاسم العالم مع ترامب من خلال معادلة دولية جديدة لإيران دور أساسي فيها وروسيا تعرف ذلك جيدا بينما يترك السوريون يدفعون الثمن على غيران ما يجري في العراق واليمن ترجمة نانسي قنقر